لتسليط الضوء أكثر على ملف النازحين وما تشهده المخيمات ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي أغوان أهلا بك دكتور علي يعني بداية هل هناك أبعاد سياسية لقرار إغلاق المخيمات وإعادة سكانها قسرا إلى مناطقهم يعني ألم تكن تدرك الحكومة بوقوع عمليات الثأر عشائرية رغم أن العائدين يخضعونها لتدقيق أمني شديد شكرا جزيلا على الاستضافة بكل تأكيد هناك جنب سياسي في هذا الموضوع هذا الموضوع إنساني خالص مخيمات فيها مجموعة من الناس دمرت منازلهم بالإضافة إلى وجود مجموعة من أسر الدواعش الذين ذهبوا إلى هذه المخيمات هذه المخيمات اليوم أمام صراعين صراع الحكومة المركزية التي تريد غلق هذا الملف قبل أن تدخل الانتخابات المبكرة والانتخابات الأخرى بينما هنا قوى سياسية تريد أن تبقي هذه المخيمات موجودة لكي تستكسب منها أصوات انتخابية وتعيد ترتيب أوراقها سياسية من جديد الحكومة العراقية بعد عام 2014 افتتحت ما يقارب 173 مخيم في عموم العراق للنازحين من المدن التي احتللها التنظيم غلقت من هذه المخيمات خلال الأشهر الستة الماضي أكثر من 144 مخيم إذن نحن الآن أمام ما يقارب 29 مخيم أخطر هذه المخيمات هو مخيم الجدعة 5 الموجود في منطقة جنوب الموصل الذي يحوي على مجموعة من العوائل الذين انتمت أبنائها إلى تنظيم داعش بالتالي الحكومة أمام مأزق هي لا تستطيع أن تدمج هذه العوائل مع أسر الضحايا في مناطقها الأصلية لا سيما في سنجار والمناطق الثانية وبنفس الوقت لا تستطيع إبقاء هذه المخيمات عرضة للابتزاز السياسي والابتزاز الاقتصادي والكسب الذي يمكن أن يتحقق من هذه المخيمات نعم نعم تحدثت عن وجود مكاسب انتخابية وراء هكذا قرار يعني ماذا يقول القانون الدولي في مثل هذه القضايا هل تتدخل مجالس الدول العظمى المنظمات يعني هل ستحاسب الحكومة العراقية على ذلك وعلى هذا الملف تحديدا بالتحديد هذا الملف من اختصاص القانون الدولي الإنساني لكن كما يعلم أغلب المتخصصين في مجال القانون الدولي القانون الدولي الإنساني بأن لا يوجد إلزامية من قبل القانون الدولي على الدول بأن تفرض عليها شروط معينة يوجد اتفاقات يوجد مجموعة من الضابط التي ينظم إليها البلد مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعلان هلسينكي 1975 لمراعات هكذا ظروف لكن العراق يعيش أزمة كبيرة في كل شيء بالتالي معايير الجانب الإنساني في هكذا أمور لا تطبق بشكل كبير القوة الكبرى لا تتدخل بشكل حاسم في هذا الموضوع لا بل أن هناك مؤشرات على تورط الكثير من المنظمات الدولية بالرغم من أن هناك جانب إيجابي كبير قدمته هذه المنظمات لكن هناك جانب آخر سلبي هذه المنظمات تعمل في بعض الأحيان على الاكتساب من خلال وجود المخيمات غلق هذه المخيمات في بعض المناطق قد يكون قطع لدابر الفساد الذي استشرى داخل هذه المنظمات إذن هناك شبكة معقدة ما بين قوى محلية وقوى سياسية داخلية ومنظمات دولية مترابطة فيما بينها تستكسب من خلال هذا الملف الإنساني الذي بدأ منذ عام 2017 المتاجرة به بشكل كبير جدا على مستوى العراق اليوم محافظة صلاح الدين على سبيل المثال وكاركوك وديالا وبعض المناطق الثانية أغلقت المخيمات بشكل كامل لكن لدينا مخيمات في الفلوجة بالتحديد وفي محافظة نينو بالإضافة لبعض مناطق كردستان بحاجة إلى قرارات عاجلة وما تزال الحكومة حتى هذه اللحظة عاجزة عن إيجاد برامج إعادة دمج الكثير من الناس خصوصا في منطقة سنجار وحل المشاكل على مستوى جبر الخواطر وتعويض الضحايا وإعادة النسيج المجتمعي في هذه المنطقة طيب دكتور علي في حال تطبيق اتفاقية سنجار إلى أي حدثة تنخف التدعيات النزوح وتدعيات الثارات أيضا نعتقد أن الاتفاقية كانت مستعجلة الحكومة كانت بحاجة للمزيد من التواصل مع الضحايا في تلك المنطقة من الأيزيديين وغير الأيزيديين في سنجار بالتحديد من أجل تهيئة الظروف وأخذ خطوة إلى الأمام نحن بحاجة للمزيد من الوئام بين مجتمع سنجار ومكونات سنجار هذه المنطقة تعرضت لإبادة كبيرة يندى لها جبين الإنسانية بالتالي من الصعب اليوم جمع المتورطين مع الضحايا في نفس المكان وفي نفس الوقت هناك أناس ذهبوا بجريرة المتورطين هناك أبناء للعشائر ليس لهم علاقة بما فعله داعش داخل هذه المنطقة لكن في نفس الوقت لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب الضغوطات الموجودة من قبل الكيانات الموازية في سنجار نعم أستاذ العلاقات الدولية دكتور علي أغوان كنت ضيفنا في الثامنة شكرا جزيلا لك